السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة الآن مريدك عند العكس اشنا هو العكس لله؟ ام مصطفى ركي العكس كان لربما هو كي خلق نفسه لشعكوسات هو ان الانسان ربما كي تسنى حتى كل الامور تهيئ ثم توضع بين يديه هذا لا ما يمكنش ربنا عز وجل من اللي يخلق ادم عليه السلام كان في الجنة يأكل ويرتع مما شاء كان كل طلبته مستجابة لكن ربنا عز وجل حينما قال لي ادم اهبط منها قال لي اللي بغي تاكل يا ادم غا تاكل من عملي يدك خسك تخدم وتعمل وتسعى فصار عقاب ربنا سبحانه وتعالى لابينا ادم ولدوريته هو ان اللي بغي يأكل اللي بغي يعيش خسو يتعب حتى امونا حوى قال لي هاتلي دين بالوجع غا تولدي وغا توجعي هلاش باش تعرف قيمة الحياة لان هاد المتاعب حدد دنيا الدار الاخرة تنتهي المتاعب ما فيهاش والدنيا قصيرة جدا فالانسان خسو يسعى ويعمل ويتعب باش هيكل لقمة العيش دياله لكن كنا واحد الفئة من الناس كيشعر بان عندهم عكوسات يعني كيبغي يخدم وكيشهد وكيدق الابواب ولكن الاكستابع دائما دي ما عنده ان عكسنا هاد العكوسات هاد هي حقيقة كيسموا بعض العلماء الموانع الموانع واحد غادي في طريقه والموانع تابعة لها اسباب متعددة كن اسباب لان الانسان ربما معرض للعين وفي الحديث كلكم معين الا من بورك وقال لهم بان العين حق تدخل الرجل القبر والجمل القدر كله هو معين وكله محسود كثير من العين المحسود هو الناس يحبوه زوان نعمة عليه كتلقى في الممشى تابعين بالعيون دياله خواطر نفسية ومعمور ما يقربوا ليه يضربوه او يعتقلوه هو وراء في مدينة وفي مدينة لكن الاثر ديال الحسد كيوصل هي خواطر دهنية قوية سلبية كتأثر في الانسان وكذلك كين اللي هو عنده الله يحفظ نوائياكم اعمال سحرية الله يسترنوائياكم كتكون مصاب بها كتلقى عنده العكوسة والموانع في الممشى وكين اللي غير ما نزهره هو ما عنده سزهر حد كين سزهر وكين اللي ما عنده سزهر وما يلقها إلا الذين صبروا وما يلقها إلا دو حظ عظيم وكين اللي من نفسه هو متكاسل أو لا يحسن التدبير ولا يحسن التصرف الأسباب هي كثيرة ومتعددة كتسمى الموانع حد ما يهمنا كيف نزيلها الموانع تزال بأمور أولها أن الإنسان يجعل يقينه في الله يعتقد بأن الله تعالى هو المعطي هو المعنع هو الضار هو النافع وأنه يوقن بأنه لا ينتظر المساعدة من الخلق كلهم بل ينتظر المساعدة من الخالق وحده لا شريك له يوطن نفسه على هذه العقيدة ثم بعدها ربي عز وجل غد يسخر لي من عنده بعد هذا أن الإنسان يشمر عن سعيده وكيدل الأسباب ربك يقول لك يا عبدي ندير السبب ونغنعونك كتدير الأسباب كتضق الأبواب وكتمشي في المسارات الممكنة بعد هذا إذا وفقته من عند الله فبها ونعمة إذا لم أوفق أستعين بالله بالدعاء كان كثير من الدعاء 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 والدعاء عنده مفاتيح للفرج هناك مفاتيح للفرج كلما أكثر منها العبد ربك يعطيه أولها هي كلمة لا إله إلا الله كتسمى الكلمة طيبة مفتاح الجنة سر الوجود كان كثير مننا لا إله إلا الله تانيها هي ما كان يقوله نبي الله موسى وكان يقوله نبي الله سليمان لذكرناها من قبل في التفسير وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد هذه كتسمى غراس الجنة الغراس دي الجنة كتكتر منها ثم إلى شك بأنك الأمور معك يكمل درشي درشي خطيئة استغفر ربك تكتر من الاستغفار 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 لله سبحانه وتعالى وتتوب إليه فإن لم تصل غدك الساعة تقول الكلام لا حول ولا قوة إلا بالله أنك أنك تتبرأ من حولك ومن قوتك وتجعل القوة والمدد والحول كله بيد الله لا حول ولا قوة إلا بالله إذا وفقت فبها ونعمت إذا لم توفق فعليك بسر الخير وسر البركة وهو الاكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الصلاة على النبي مفتاح عظيم من مفاتيح الفرج فأسأل الله الكريم للا فاطمة يحفظ لك لديك السمسطفى الله يعطيه القبول في الأرض والسماء نسأل الله تعالى أن يزيل عنه المتاعب والعكوسات والموانع ويرزقه المولى رزقا واسع ويكرى عينه وعينك به وأن يجمع شمله مع زوجته وأن يحقق لكم الله الرجاء وكل من قال أمين اللهم ارزقه مثل ذلك الخير وزيده قولوا معنا جميعا أمين آمين أمين يا ربي السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله